شعب الله أول مخرج من أرض مصر موسى ماشي ووراء شعب الله كله فرحانين بقى بأنه أخيراً اتحررنا وخرجين بيد رفيعة وبزراعة رفيعة من أرض مصر واخذين أمتاع وخرجين راسنا مرفوع ومبسوطين جداً بعد شوية لقينا الناس اللي في آخر خلص الموكب بيقولوا إلحقوا ده فرعون جاي بمركباته وجنوده وورانا بيلحقنا بيبصوا قدامهم لقوا البحر طب البحر قدامي وفرعون ومركباته وجنوده وورايا نلاقي كلمات واضحة جداً الله بيقول للموسى ارفع أنت عصاك ومد يدك على البحر وشقه فيدخل بانه إسرائيل في وسط البحر عليها بسا كان باب مقفول لكن كانت إرادة طلاء أنه الباب ده يتفتح وإدى القوة والمعونة والسلطان لموسى أنه يفتح الباب ومكتوب كده أنه هؤلاء هم أولاد الله الذين ينقضون بروح الله الله بيكلمني من خلال روحه اللي موجود جوايا أول ما أنا بقرر أني أكون ابن الله بيكلمني من خلال روحه ومش من خلال الأحداث آية تاني محذرة في سفر أمثال بتقول أنه طوجة طريق تظهر للإنسان مستقيمة وعاقبتها طريق موت في طرق بتبان أنها أوكي بتبان أنها كويست تبان أنها باب مفتوح الناس مرات ببساطة تقول ربنا كان مسهلها لي على الآخر الباب كأنه مفتوح وأنا أمشي فيه لكن عقبتها يعني نهايتها طريق موت لكل طريق مفتوح ده من الله ولا كل طريق مش مفتوح ده من الله